ماذا أهم شيء للجامر؟ أن يقعد يلعب بساعة طويلة لأن خاصة الألعاب الحين إذا كانت تختمية تأخذ أقل شيء 10-18 ساعة لتخلصها وإذا كانت ألعاب ثانية جماعية زي واو، بوب جي، لول هذه برضو تأخذ وقت طويل كثير وفورتنايت بعد، ما نسأل فورتنايت فعشان كذا جمنا لكم اليوم كرسي جدا مريح تقدر عليه ساعات كثيرة ومس كذا، تقدر عليه بطريقة صحية يعني حتى وان جالس قاعد تلعب ظهرك بيكون معتدل بطريقة صحية هذا الكرسي معنا من نوبل شير زي ما تشوفون قدامكم عبارة عن كرسي أنيق جدا بتفاصيل دقيقة تحسن أنهم فعلا تعبنين عليه هم قاعد تتغيرون عليه مو بس كذا، يجيك جلدين يا تختار جلد طبيعي طبعا يكون غالي أغلى أو جلد صناعي بيكون أرخص بس بكل ميزات ثانية وتقدر تعدل الكرسي زي ما أنتبغ تعدل فيه كل شيء في رافع على جهة اليمين تقدر تحكم في وضعية الكرسي وتثبت عليه إلى 135 درجة وحتى التكيات العليات تقدر تخصصها أنك تقدمها قدام أو ترجحها وراء حسب حاجتك وتقدر بعد ترفعها يمين وترفعها يصار أو ترفحها أو تنزلها وتقدر بعد ترفع الكرسي وتنزل طبعا حسب الطول ومناسب لك وطبعا أنا كذلك ما لديكم كرسي ألعاب ويخليك تقعد فيه ساعات طويلة حطي لكم مخدة للراس زي ما تشوفون هذه المخدة ميزتها أنها تقدر تسند رقبتك بحيث أنه لا يأتيك ألام برقبة مع اللعب الطويل وأيضا هناك مخدة ثانية تحت في الظهر بحيث أنه أيضا تسند ظهرك وما تأتيك ألام الظهر في الوقت الطويل سعر الكرسي 340 دولار يعني تقريبا 1275 ريال سعر صراحة ومناسب بالنسبة لإحتياجات كنت تسوي لأنني زمعتكم في ألعاب كثيرة جاية بالطريق ألعاب طويلة تختمية المخصص الجيمر من نوبل تير كما كنت تشيحة ياتيكم العافية مع السلامة